قال عضو كتلة صادقون والنائب عن محافظة صلاح الدين محمد كريم البلداوي أن الكثير من الحقول الزراعية التي تعرضت للحرق في مناطق شمالي وغربي البلاد تعود لأسر إما رفضت التعاون مع داعش في وقت سابق أو ممن أقام شكاوى عن عناصره في تلك المحافظات وأوضح البلداوي أن حرق الحقول محاولة لثني المشتكين بإبطال الدعوة ضد عناصر داعش أو تغيير إفاداتهم داعيا الأجهزة الأمنية والحجد الشعبي إلى التدقيق في سجل الأسر والعوائل التي عادت إلى مناطقها في وقت سابق وتشهد الآن توترات أمنية وحرقا للمزارع لافتا إلى أن الكثير من عناصر داعش الإرهابي بدأوا يستأنفون أعمالهم الإجرامية بعد عودتهم مع النازحين إلى مناطقهم ترجمة نانسي قنقر